اهلا بيكم مرة تانية وفقرتنا الاسبوعية السبتة فقرت الصحافة في العالمين هنشوف ما ينخلالها اهم الاخبار والمقالات اللي تكتبت عن المهرجان وعن ابرز الانشطة والفعليات الاسبوع لكن خلوني في بداية اراحب بالكاتب الصحفي مصطفى حمدي اللي منورنا وهيستعرض معانا اهم واخر اخبار المهرجان الاسبوع ده براحب اهلا بيك يا ليلى واهلا بمشاهدينك الكرام اهلا بيك وخليني اشوف كده هنبدأ منين بالزبط يعني اكيد فعاليات مهرجان العالمين كتير جدا لكن ايه اهم الصحف اللي تكلمت عن المهرجان وانسطته خلال الاسبوع طبعا الاسبوع اللي فتة كان في فعاليات كتير جدا مهمة في مهرجان العالمين ولكن خليني ارجع معكي وره شوية للحفلة الكبيرة اللي عملها النجم الكبير عمر دياب في مهرجان العالمين يوم الجمعة قبل اللي فاتت لانه كان فيه اهتمام كبير قوي بالحفلة دي وكان فيه تغطية كبيرة جدا في أغلب المواقع سواء في مصر أو في الوطن العربي بس خليني أبتدي معاكي من اليوم السابع يمكن اليوم السابع عملت تقرير كبير جدا عن الحفلة وتكلمت على فكرة أنه حفل كامل العدد خلينا نروح لليوم السابع ونستعرض كده عنوين التي عملت على حفلة عمر دياب خلينا نشوف أهم عنوين اليوم السابع أيوة اليوم السابع بتقول حفل أسطوري كامل العدد للهضب عمر دياب بمهرجان العالمين الجديدة النجم يوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودي لقطة كانت مهمة جدا في الحفلة لأن عمر دياب وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقال أن الحفل فعلا كبير والتجهيزات التي عملت في المصرح كانت ضخمة جدا وتواكب الحفلات العالمية وعمر دياب طبعا غنى في أهم مسارح العالم ده حقيقي لكن مصرح العالمين الجديدة هو مصرح مميز في الأرينا وأكيد فيه إقبال كبير يمكن بيتقال إن هي من أكتر الحفلات اللي كان عليها إقبال جماهيري خلال المهرجان من بدايته الحدد بالتأكيد الحفلة كانت sold out من فترة طويلة والحضور الجماهيري كان كبير جدا في الحفلة دي علشان كده برضو جريدة الأهرام غطت الحفلة وكتبت موضوع كان عنوانه برضو شبه عنوان اليوم السابع إنه حفل أسطوري كامل العدد للهضبة عمر دياب بمهرجان العالمين الحفلة توصفت بنها حفلة أسطورية لأنها تقريبا أكتر حفلة حققت حضور جماهيري حتى الآن في المهرجان فإحنا مستنين مين اللي هيكسر الرقم القياسي اللي عملوا عمر دياب في مهرجان العالمين أعتقد اللي يام الجاية هي اللي هتثبت مين اللي ممكن يغطي أو يعدي الرقم بتاع عمر دياب هيقلي كمان الصحف اهتمت بأبرز الحاجات اللي كانت برزة يعني زي ما بنقول حفلة عمر دياب اللي حققت حضور جماهيري كبير لكن كمان في فعاليات تانية تمت بوجودها وبإنها قد إيه كانت عاملة فرق وكان فيها قبال مختلف بالتأكيد من أهم الفعاليات اللي الصحافة مركزة عليها قوي هي المصرحيات ويمكن ده علشان الدورة التانية من مهرجان العالمين يمكن لأول مرة بيبقى فيه عروض مصرحية فيها شفنا ده مع مصرحية الشهرة وشفنا ده مع مصرحية السندباد لكريم عبدالعزيز ويمكن برضو ده حصل مع بدء عرض مصرحية التلفزيون لحسن الرداد ومع إيمي سامير غانم والاتنين اليوم شعبية كبيرة الخبر اللي جاي معانا كان بيتناول المصرحية اللي هي عملته الوطن كانت بتقول لا ده الخبر اللي قبله في الوطن أبناء النجوم يدعمون أبائهم في مهرجان العالمين هذا ما حدث مع عمر دياب وتامر حسني معلش خليني نروح للقطة دي لأنها لقطة مهمة جدا تامر حسني برضو كانت حفلتهم الحفلات اللي فيها مفاجآت كتير زي عادته كان فيها إقبال جماهير كبير بالضبط لأن الوطن هنا في التقرير اللي عملته ده اتكلمت على وجود أبناء النجوم معاهم في الباكستيج وأن هما بيدعموا أبائهم ولاد تامر حسني ولاد عمر دياب كانوا محاضرين في حفلة كل حد فيهم وتصوروا كانوا موقفين على المسرح وراء وكانت لقطة لطيفة جدا جدا فدي من الحاجات الإنسانية اللي أنا بحيي الوطن عليها لأنه الصحفي دايما اللي بيلقط الكواليس وبيلقط اللقطات الإنسانية بيبقى عامل حاجة مختلفة ومميازة ده حقيقة خليني أرجع تاني للنقطة اللي كنت بتتكلم فيها المسرحيات وإزاي اهتمت الصحف إنها تغطي أو تتكلم عنها بما إنها كان لها حضور بارز في المهرجان المسرحيات برضو كان لها حضور بارز في المهرجان لكن خليني أروح للحدث الأهم والأكبر وهو انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية بمهرجان العالمين الجديدة وده تقرير عملته أخبار اليوم كلنا زي ما تابعنا يوم الخميس اللي فات كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح أكبر رالي للسيارات الكهربائية في العالمين الجديدة واللي شارك فيه فرق من مختلف جامعات مصر وده فعالية مختلفة وجديدة موجودة في مهرجان العالمين ومميزة أنها كمان بتقدم ابتكارات وأنشطة طلاب الجامعات اللي خدوا وقت محترم جدا في أن هم يجهزوا العربيات دي ويقدموها وأعتقد أنه الأنشطة اللي بيقدمها مهرجان العالمين على مستوى الأنشطة الرياضية أو الترفيهية بقت واخد طابع مختلف مع الدورة التانية أكيد ورالي احنا كمان اتكلمنا عنه في تقاريرنا المختلفة قد إيه كان فيه فرق وأبرز مواهب كبير لشباب المصريين في الجامعات المصرية أرجع تاني لنقطة المصرحيات اللي اهتمت الصحافة بها وكنا بدأنا نتكلم عنها وكلمنا أن فيها مصرحات كتير اتعرضت خلال المهرجان وكان فيه إقبال من الجماهير عليها وده يمكن حاجة مختلفة السنة دي في المهرجان مصرحية التلفزيون زي ما قلنا ونرجع نتكلم عليها مرة تانية بطولة حسن الرداد وبطولة إمي سامير غانم المصرحية بدأ عرضها الويك اند ده وحققت حضور جماهيري محترم جدا لكن صدى البلد وهو موقع اخباري متنوع عمل تقرير بيقول ضمن فعاليات مهرجان العالمين حسن الرداد يعلن عن أول بروفا لمصرحية التلفزيون والتقرير ده تقريبا كان بيتناول كواليس بروفات المصرحية اللي كلها كان نضحك وهزار بالمناسبة حسن الرداد وإمي سامير غانم كانوا طول الوقت بيشيروا على انستجرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صوروا فيديوز لهم من الكواليس وده خل المصرحية التريند قبل ما تطعرت كمان في المهرجان بالطبع ده زكاء كبير منهم جدا وأعتقد أنه كل المصرحات اللي تعرضت لغاية دلوقتي في مهرجان العالمين حققت نجاح وصدى كبير كده كمان جدول حفلات المهرجان مليان بفعليات ايه أبرز الفعليات اللي الجمهور مستنيها في الفترة اللي جاية واتكلمت عنها الصحة الفعالية اللي جاية طبعا عشاء المزيكة والناس اللي بتحب الموسيقى الأصيلة والكلاسيكية ومع الموسيقى الكبير عمر خيرت عندنا تقرير برضو من بوابة أخبار اليوم بيكلم عن التفاصيل الكاملة لحفل عمر خيرت في مهرجان العالمين وانت من شوية كان معاك مدخلة مهمة جدا مع الماسترو نحاولنا نعرف المفاجآت لكن الموسيقى الكبير يعني مرضيش بس قال إن فيه جديد هيتقدم غير اللي كان يمكن في حفلاته دايما متعودين عليك هو دايما عمر خيرت عنده جديد وعنده مختلف وليه جمهور كبير جدا بيروح وراء كل الحفلات سواء في الأوبرا سواء في أي مكان عمر خيرت موجود فيه بيبقى عنده شعبية كبيرة وحضور كبير جدا حفل عمر خيرت الأسبوع الجاي يوم الخميس القادم هيبقى في إطار برنامج صاحبة السعادة للفنانة الكبيرة سعد يونس اللي الحقيقة بتعمل أداء مميز جدا في الحفلات أو الحلقات اللي بتعملها مع النجوم في المسرح الروماني ده حقيقي وأكيد هتكون حفلة نجحة والكل هيكون منتظرها زي كل حفلات المسيقار عمر خيرت لكن من الفعاليات الهامة كمان اللي كانت الأسبوع اللي فات تحديدا أمبارح كان حفلة مصار إجباري اللي تعمل وما كانت طبعا فريق مصار إجباري لوحد ونتكلم عنه وعن إزاي الصحف اهتمل حفل مصار إجباري مبارح كان فيه تغطية كبيرة جدا جدا لي ومن أنجح الحفلات اللي تعملت في المهرجات بالمناسبة أنا واحد من جمهور مصار إجباري أصلا وبحبهم لكن عجبني قوي تقرير عملته اليوم السابع قبل الحفلة بتقول فيه ريتك معايا وينهايات الحكاوي أغاني مصار إجباري قبل حفله العالمين الفكرة أنه اليوم السابع قرر أنه يعمل تقرير عن أهم الأغاني اللي نجحت لفريق مصار إكباري واللي علقت مع جمهورهم علشان يستعيدوا ذكرات النجاحات دي قبل الحفلة وبالمناسبة مصار إكباري عندهم أغاني كتير حلوة ريتك معايا نهايات الحكاوي ومرسال لحبيبتي وكتير جدا جدا يعني جمهورهم حافظ كل الأغاني دي وفريق متميز أمتع الجمهور مبارح وأمتعه كمان بغناءه مع حمزة نامرة لكن كمان كان في الحفل مبارح سعاد ماسي اللي كان فيه اهتمام بوجوده خاصة أنها ما غنيتش في مصر يمكن من عدد كبير من السين بالتأكيد سعاد ماسي حفلها في العالمين من الحفلات المهمة وكان في إطار برضو حفل مصار إكباري وحفزة نامرة اللي تعمل مبارح لكن برضو اليوم السابع واضح أنها واغدة نهج أنها تفكر الجمهور بأغاني الفنانين عمل التقرير برضو مهم عن مسيرة سعاد ماسي بتقول فيه خمس ألبومات وأغانية مصرية في انتظار جمهور سعاد ماسي بحفلها في العالمين بالمناسبة سعاد ماسي عملت أغنية مصرية واحدة هي سلام وعندها خمس ألبومات عمل التوزيع وأرقام كبير جدا على مستوى العالم والمصرين تحديدا بيحبوا لسعاد ماسي مجموعة أغاني زي غير انتا ومسك الليل فهي قدرت تعمل شعبية كبيرة في مصر خلال السين اللي فاته لأنها قدرت توصل للجمهور المصري وتعمل حفلات هنا حتى مع غيابها الفترات ده حقيقي والحفلة مبارح كانت متميزة ونجحة وشاملة يمكن توليفة وتنويع حلوة جدا لأنها صهرت معاها للفجر تقريبا في مهرجان العالمين أنا بشكرك في النهاية شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مصطفى حمدي وكده تكون خلصة فقدت الصحافة في العالمين بشكرك مرة تانية مصطفى وخلول